مشاهدنا الكرام هذه واحدة من المواضيع ربما اللي مرتبطة بعيد الأضحى المبارك لكن هناك موضوع آخر وعدنا مواضيع وحدة أخرى نلقاوها مرتبطة بعيد الأضحى المبارك ودائما وين ننزل ينصح بها الأطباء البياطرة وينوه إلى خطورة هذه الظاهرة ولا هذا المرض اللي راح نحكي عليه في هذه الصباحة مشاهدنا لأنه نعرف أنه غضوة إن شاء الله هو عيد أضحى وبالتالي كثير من المواطنين معنيين وحتى ربات البيوت مش فقط حتى الذكور اللي تذبح ولكن حتى النسوة حق ذا باش يفكروا شوية أرباب البيوت على ضرورة الانتباه والتركيز وتوخي الحطتي والحذر مشاهدنا الكرام راح نفتح نقاشنا مع ضيفتي في الستوديو الحديث عن الكيس المائي طبعا راح نحكيه عن الكيس المائي ونحكيه على ظواهر أخرى ولا بعض الأمراض أخرى اللي تكون كاينة في الشات ولا تكون كاينة في الأضحية ونحكيه على وشن هما الحلول اللي باش نتفادها والأمراض اللي قد تصيبنا بعد هذا أو في حالة ما إذا انتقلت لنا لقدر له العدوى إلى غير ذلك راح نحكيه مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة طبيبة البيطرية وهيبة لكحل طبيبة بيطرية لدى المصالح الفلاحية بالجزائر العاصمة وأيضا منتدبة لدى دائرة الحرش هذا هو تعريف الحق الصحيح هذا هو ربي جزيك مرحبا بك شكرا أخويا شكرا بك على تبيه الدعوة دعوة ربي أحفظك راكي في دارك الدكتورة شكرا نقدروا نحكيه بأرياحية لأنه موضوع نعرفه بزيف مهم وهذا الموضوع احنا حبيناك تكوني معنا اليوم باش أن المواطنين والمواطنات تغدوا عيد أضحى وفيها دبيحة واسليخ إلى غير ذلك وبتالي الناس تتسائل كثير على مرضى اللي هو ربما لما يحتحتوا على البرسونتاج تتعوا في حدود العشرة إلى غير ذلك يشوفوها قليل ولكن أرى يشكل خطر بالنسبة لمنظومة الصحية في الجزائر اللي هو الكيس المائي الكيس المائي دكتورة لو حبينا يعني نعرفه السادة المشاهدين واش هو الكيس المائي وكيفاش يكون شكله وكيفاش نعرفه وكيفاش نتعرفه عليه والمرأة مش فقط يعني جميعنا نقدرون نعرفه شكرا الكيس المائي ما هو الكيس المائي كما نقول الكيس المائي كما أحسف باللفظة تارو هو سيوم بوش يأكيس مع مع بالماء وفيها البرازيت دهال كين شوفوا ينحوا الريا تارو ولا الفو يضغطوا بيدهم هكذا يلقوا حاجة جيهم حاجة جديدة هكا anormal يحسوا حاجة ملتحت يلقوا حاجة كما هكذا لا يضغطوا بزاف وإلا حاجة يقدروا ينحوها في بلس لا يوجد مشكلة سيارموه يقدروا يقولوا الدكتور كيف يجي قبل أن يذهبوا كيف يجي عندما يقدروا يعبزوا ولا يضغطوا على الرئة ولا على الكبد إلا غير ذلك قلت أنه يحسوا بلي حاجة موجودة الداخل لا يوجد مشكلة كيف ينحو هكا كيف ينحو سينبوش هكا كي شغلت شكرة هكا مع مرب المداخل أو داخل الماء نعم هذا يكون في وسط الرئة داخل الرئة داخل 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 دونك دفوع كي يقطح كي يلقى ما كله يقطح هذه البوش باش ما يلوثش هذوك يديه ما يلوث الأوغان هذك اللي راهو في يده كي ما الكبدة ولا الرئة يعني ممكن ما يقدر بعض الأحيان يعني ربما السيدات وما يقطعوا الكبدة ولا خش نعرف وإحنا دايما أنه في السليخ ولا يعطيك الرئة مباشرة والمرأة من بعد تقوم بتقطيحها يلغر ذلك المرأة ما تعرفش مثلا ولا كيفاش تمتبه لهذا الأمر أنه وفتح على البالك الناس وعيين في هادشي ديجا الفتح نحن مولفين نجوزو ساعة في الزباح الجامعي يشون كنشون لجن يسقسيو يقولك شوف ولا ما عندش كيستيداتيك مام الفتر ومبيهوالو يطيهو لك تفيريفيه دونك الناس وعيين يقولك شوف ولا ما شي مريدو ولا مريد كي لبوما دونك الناس يسقسيو ويحسو ويشوفو دونك إلا القات كي ما وش قلت هك دي ينحو يديرو ودوك إلا شكو في كاش حاجة هكا كين بياطيرا مجندين عبر ولاية الجزائر في المكاتب النظافة كل مكتب النظافة فيه بيطري وكين تاني بياطيرا مجندين في المدابح اللي رهم تحت التصرف تحهم كين مدبح الحراش مدبح الكاليتوس ومدبح زيرالدا جميل وكل بياطيرا مجندين وكين الفرق المتنقرة كين مديرية المصالح الفلاحية اللي وضعت بياطيرا تحت مجندين تاني في المصلحة دونك يابات البروبلام اللي رهو يحتاج وكين يقدر يدخل فلوسيت الصفحة الرسمية لمديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر يلقوا تم قائمة البياطيرا المجندين في لولاية الجزائر وكين نميرو التليفون وكين اللي رهو اللي يدور كين يلقوا يعني كل المعلومات اللي قاوها موجودة عند الناس اللي حاب يستفاد أكثر يدخل الصفحة فقط يلقى موجودة دكتورة نعرف أنه يشوف الظرف المادي تاع الناس وشوف المواطن يقول لك أنا والله كبش وشريت ومجيت نشريه بس في لغر ذلك يلقى كي يسمعي ترى لازم يرمي الرئة كامل ولا نقدر مثلا يعقمها ولا ما عندهاش تعقيم أصلا سا ديبان كيف عمل الكيستي كينو نقدر نديرو ينبار وننحو ينبار ميكان سي غال الفو ولا غال البوم سي ينسي توتال لازم ينحيها ولازم يرميها ماشي في سلة المهملات ولا يطيها لكلاب لتوري الدورة هذيك اللي تعودت واللي باش يجينا لكيستي داتيك لازم يدفنها بعمق وين ما يقدرش الكلب يعود لحق لها وثاني يفتخطي هذيك لاندروع بلاشو الجير يعني لازم يغطيها بالجير باش ما يرميها في سلة المهملات بسك هذي الظاهرة نشوفوها شوفوها موجودة شوفوها وفي هذ لازم نوعي ولكونسوماتور على هذ شي يعني بعض المواطنين مش الكل لكن ربي سمحهم شوفوهم يرمو حتى حشاء الأضاحي في القمامات يعني هكذاك وبعد فترة مع السخانة ومع هكذا توقع فيها روائح تعفون فعلا وربما تجي أمور أخرى مع الوقت حبيت الحق على هذ شي مع الاخر دكتورة بالنسبة لي وشنية الأمراض اللي يقدر يسببها الكيس المائي يعني من غير صحيح هو اسمه نعرف أنه فيه مرض داء الكيس المائي يعني مرض للكيس المائي وش هي يقدر الإنسان لما أنه يتعرض إلى مثل هذا الخطورة لما يكون فيه كيس مائي لغا ذلك وش هي الأخطار اللي موجودة الكيس تيداتيك يجيها كما الإنسان كما الحياة يعود للكيس المائي نعم يجيها الكيس المائي نعم وش يقدر يعني يدلو الكيس المائي هذا في الجسم الصحة تلك الإنسان في جسم الإنسان وش يقدر الخطورة تعوين أكثر وأكثر ما فهمت سؤالتك الكيس المائي هو مرض هو مرض لكن الخطورة تلك المرض هذا وين تكمن يعني وش يقدر تدير مضاعفات أخرى مثلا يلحق الكيس المائي والكيس المائي عند الإنسان هي لا شيروجي يلحق هذا هو لا شيروجي نعم بالجراحة يتنحى بالجراحة وبعض الأحيال اللي عندهم أنا على بيها نعطوه هاد لكونسي لسيطوين تعنا بسكو حكا كي نهضرو حاجة سهلة مي لازم نشوفو ليراهو مرض الكيس المائي كيفية يعاني لنك ند شغطو الأطفال الصغار هما هدا وشنو الكيس المائي دجا هدا سي الكلب كي يا كل أحشاء هدوك اللي نرموهم تعليفهم الكيس المائي يلقاهم مرميين ولا نعطوهم لهم كي اللي يعطوهم يقول هدا مريض نعطيه للكلب ولو كيفية الكيس المائي دفوا مع لبالوش تعصح عندك الحق مع لبالوش بلي يقول هدا مريض ديتون ما ناكلوش نعطيه للكلب هو مريض ما تعطيه حتى واحد هدوك اللي نرموهم ما ترميش مام با في كيس كي الإجراءات وكي الخطوات من ندفنوه بأهمق ما ممكن لما يلحقش له الكلب نعم دونك هذا الكيس المائي كي يأكلو الكلب ومبعد يروح يلحق له لانتاستانتع ومبعد يقول له إفرازة البر ويروح حشك يوصخ في الحشيش في المحاصر الزراعية نعم في الفواكه في الخضر ويجي الأغنام والأبقار يأكلوها وتعولي الدورة هذيك هذيك الدائرات تعود الدور دونك لكي نقطعو هذي الدورة لازم نأخدو بعين الاحتبار وشانا ننقولو لهم تفادي كيما باركزمبل قلنا تخلص من الكيلاب الضالة وكذلك اللي عندو الكيلاب لازم يديرو هذيك تبعا اللي عندو كل بيده للبيطاري يداوي يديرو ووكسن وثاني يداوي الدود اللي عندو بسكو كايين يعطيلو الفيتانينار تعدو تعدود احنا نقولو lavermifugation تاني غسل أيدي غسل أيدي هذي تعود طولي في كل مراد في كل هذي منيار يفو نغسلو 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 مليح وقلنا لازم ما نرموش الأحشاء اللي شاكين فيهم مراد مماشي ما لا بليش بليش كي سيداتك حبيت نرمي بس كي مريض ولا إلي ما لاد ما عجبنيش ما نرميش في سلة المهبلات ولا نعطيه للكيلة عنده كل بيعطيه له حتى دكتورة باش نتخلصوا من هذيك الأحشاء يعني الواحد مثلا يحب يتخلص من الأحشاء كي مرة نشوفه في المناسبات والأعياد نشوفهم الأحشاء مرميين هكذاك في القمامات علش الأفضل أنه مثلا كما قلت يحفر حفرة يدلهم جير ويردمهم على الأقل هذا هو مرتاح وتاني هو نقص على الناس على الخطر نعم خطر الخيس المائي ولا أخطار وكان كل واحد يقدر يدير هذا وشنا نعطوه من تعليمات ينقص المرض ينقص ويحامي على روحه جميل دكتورة شفنا أيضا يعني بالتزامن مع الحالة اللي رأيتشهدها البلد شفنا كثير من البياطرة وشفنا بعض البياطرة وأنا كنت نتصفح باش نحكي على الموضوع هذا شفت كثير من البياطرة تحدثوا على عيد الأضحى وأيضا الكوفيد إزناف يعني ربطوه بالكوفيد إزناف وعطوه حتى نصائح وعطوه حتى أمور وشي يقدر يمدلنا البيطري كنصائح ربما أو لحاجة اللي نبهنا لها نهار العيد لما تكون هناك ذبح الأضحية إلى غير ذلك نعم عيد الأضحى في هذه السنة عنده نكهة خاصة فعلا ونترحم على كانوا قرابلين ومن البعيد ومن البعيد على اللي كانوا مقيوسين بالكوفيد الكوفيد نبدأ بالنصائح الأساسية اللي بدينها مع الأول والناس قاعة يتعرفها وساعة ساعة يتجهلوها ودفوا ينسوها مع الأخ لنك نقوله التباعد الاجتماعي التباعد الجسادي هو من الأولوية وضع الكمامات غسل اليدين وكيرا هو عيد الأضحى ننصح الناس وراهم قدمنا نقول لهم ما كاش المصطفحة ونسلمو ونخمسو هادو يفون نجنبوهم هادو من الأخصيات هادو اللولين تعال الكوفيد وندخلو تكافل لعيد الأضحى هيد الأضحى عندو لغالب هاد العام عندو نو كامب خاصة كاي اللي يدباح وكاي اللي ما يدباحش دونك نبدأو بالنصائح اللي نعطلهم وندخلو كيفها ديجا كيد بح احنا قلنا لهم لازم الكبشتعو يكون مرتاح يكون ديجا أو كيف نقولو يصومو 12 ساعة الكبشتعو يعقلو غير الماء 12 ساعة قبل الدبيحة ديجا هادو خاصة هادو نصحة بلال كوفيد هادو اللي تفادي بارعزمبل البكتيري يجوزو مليسو للحم هادو ما عارفوش وعله 12 ساعة هادو سيئ امبورتان وغلس المكان اللي حط فيه الكبش ويطهروا مليح وثاني نروحو للسكاكين ولماتريال اللي يدير دبيحة به لازم تعقيم السكاكين وثاني يكون واحد يتليز ماشي اللي يجي يرفض سكين هادو كل واحد عنده سكين وكل ما يدير يبدأ يضحي على شك اكت لازم يغسل يديه والسكين هادو هادو يفو ينسى الدكتور يغسله بالماء والجفال هو سان ميور يغسله مليح يعقم او يحط الان اتا الماء والجفال ويعقم ويغسل يديه كل مرة كل مرة يغسل يديه يبدأ بالهيدور هادو نحي بالعقل يفو با هادو 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 تقيس قس الحم وكان يتبع هادو الاجراءات ما ما يوسيش يفو با كونتاميني الاجراءات دعو دونك يقطع ينحي الابو هادو الالن ويفو يفو يدير غير الاخر باش ينحي هادو الجلد دعو وما يقيس صوف ما يقيس ينحي هادو وينحي تكوتي وخبيها إلا يرميها يديرها وين يرميها و نقولو المواطن ماشي وين نرحون نلقاو في سلة المواملات في بره هو ما يتلزيش الهيدورة ويرميها هادو تاني مش يملح وين يديرها الملح الملح كما كانوا يديرو مكريك والملح ولا يخليها في الدار يفعلها ديزنفكتي ولا يرميها يشوف كيف يديرها غير في الساشي ويغلق عليها باش اكدك بغنبا فغ يلوث غير المكان ومباد كي نحي دوك الاحش احنا نقلو ينحي الكابيد والقلب وليستو ما دعو هادك المعيدة تارو مع المصر ينحيهم ميلا ملازمش تاني هادك المعيدة تارو ترتاقو المصر نعلا تاني بور ايفيتي الا كونتاميناسيون تاع الحم هادك عشا كفا نقلهم كي تنحو قحدوما ما تنسوش فتحة الشاج هادو ساكمنس الانفكسون هادك مه سخانة ملتمة 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 لكي تنسوش كونتاميناسيون تاع الكاركاس دونك ما ينساهم مش ينحيهم مع يدير على اخترا ينحي نروح بعد حتى شفنا دكتورة شفنا الحديث على كثير عبر منصات التواصل الاجتماعي شفنا يتحدثوا يقولك نفخ الكبش روحت نحي تعليم الفمي دونك نعطو نعطو un conseil pour الاجتماعي نفخ 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 دونك يتحدثوا يتحدثوا هادوك لذي تعلن دي نفخ دونك يتحدثوا دونك هادي سي تريز امورتان هادي كوتا حان قولها نحي تالي جميل وتاني حبي تنهدر على الكبش كي خلي دونك رانا سخانة او اشاك فان اللحقو في العيد جي سخانة قاوية بل بزاف دونك كاي يقولو لك حنا عادتنا نخلو الغدواء ينشف دونك يخلو ينشف من كي شفو ينشف لاجون ينحي يقطعو ويديرو في الفريغو يديرو 3 دقري في الفريغو والكونجيلاتور ساموان 18 دقري ويديرو مليح يديرو في اكيس de congélation alimentaire يفتل الساك نوع هذا شفنا ناس هكذا هذا شفنا بما أن أنا منتدب لدى الدائرة الإدارية للحراش راني ندير للكم اكيس البيضاء هل عادية ولا لازم اكيس اكيس بالتجميل نحو نكس المنتر ومشي غاليين بزاف كل مستهلك يقدر يشريهم نحو 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 في الدار كل الان نحو 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 لا يستطيع يشري لا يستطيع جميل لا يستطيع لكيس جميل دكتورة انتم جندين قدو ان شاء الله عدلتها اكم موجودين عبر النقاط انا قلت لك كل مكان كل مكاتب النظافة فيها بيطرة كاين فرق المتنقرة المتكون من مفاتيش بيطري ويلاقي او يدير الدور في وكاين تاني المصالح الفلاحية كاين فيها جميل دونك يدخلوا في الصفحة الرسمية المصالح الفلاحية المصالح الفلاحية الملات الجزائر يلقى الليست تاعة الفترينة اللي داخل وكاين المعلومات داخل دونك كل واحد في هدوما كيشغلت الكيس المائي توحنا نقلنا كيف هي دير نعم شكرا لك دكتورة طبعا وهيبة لك حل طبيبة بيطرية لدى المصالح الفلاحية بجزائر العاصمة والمنتدبة لدى دائرة الحرار شكرا لك على هذه المعلومات القيمة انتمنى لك كل التوفيق طبعا وغضو على بالي اليوم سيكون شاق لكم لكن انتمنى لكم العيد مبارك كنتمنى لكم كل عام وتوم بخير وان شاء الله العيد القادم يكون ربما هناك ريحية أكثر لكم في العمل والمواطن يكون على قدر واعي أو قدر كبير من الوعي والتسهيلات لكم شكرا لك دكتورة اذا مشاهدينا